ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الطيران الحربية الإسرائيلي قصف بصاروخ بعد منتصف الليل على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي وأن الأضرار اقتصرت على الماديات يذكر أن طيران الاحتلال نفذ خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات على محافظة القنيطرة استهدفت فيها مركبات مدنية ما أصفر عن سقوط شهداء وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة اشتركوا في القناة